السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بيكم معكم مسحبة رجب. نهو ان شاء الله تاني اعدالي نكمل مع بعض يا ولاد. شرح مناج الانجلش من كتاب المعاصر التنم التاني عشرين واربعة وعشرين. تبقى لحظة استعادلات الوزارة. بتكمل مع بعضين من تقاية الوحدة التمنى. والنهاردة معانا زي ما تعودنا معانا فيديو شرح وفيديو حالية ادريبات. النهاردة معانا فيديو شرح الدرسين الخامس والسالس من الوحدة التمنى صفحة اربعة وتسعين. يلا بينا نشوف المينفوكاب. يتي ولا ترعمونا بلايك الفيديو. واشتراك في القناة وانطبع لصفحة الفيسبوك. مسحب اراجب عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. المينفوكاب عندنا نظام غذائي متوازن يعني بالانس الدايت. بالانس الدايت. بالانس الدايت. نصيحة ادفايس. ادفايس. سبب او مبرر ريزون. ريزون. اسي بنجب زاد عشان جاب الحرفين متحركين. سبب او مبرر ريزون. ريزون. يسترخ ريلاكس. هو المواضي ريلاكسد. خاتمة كونكلوجين. اس اي او اين بتجيب جان. كونكلوجين. كونكلوجين. بلانس الدايت.lass الدايت. بلانس emailed ادفايس. ادفايس. ريزون. 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 ريلاكس. 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 كونكلوجين. يختم أو يستنتق conclude والماضي منها conclude يبقى conclude ده الاسم تمام الاسم منها conclusion فلفل سبانخ سبانيش سبانيش بطاطا يزعج أو منزعج يزعج أو منزعج يعني أبسط أبسط conclude بيبر سبانيش 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 سويد بطاطا سويد بطاطا أبسط عندي اختبار كصير اكمل الجمل أو الفراغات باقي الكلمات العند دي ريزون سبب أو مبرن أبسط يعني منزعج depend on يعني اعتمر على بيبر زفلفل بالانسل يعني متوازن I was not because my dad was late for my personal party شعرت بإيه لما بابايا اتأخر على حفة عيد ميلادي طبعا أبسط كنت أي منزعج having not food is necessary for your health تناول طعام أي ضروري للصحتك طعام بالانسل متوازن نوعة and lettuce are green vegetables lettuce اللي هو الخاص الخاص أي أولاد خضار طبعا الخاص أي وبيبر زي الفلفل can you give me a note for coming late ممكن تديني reason سبب أو مبرل للتأخير كلمات الدرس الخامس ديسون 5 athletics club يعني نادي ألعاب القوة athletics club athletics athletics club مدرسة لتعليم الرسم art school art school كمية ومقدار amount 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 يمتلك own والماضي owned own athletics club athletics club art school art school amount amount own own الرسم drawing drawing تلوين painting painting ربما perhaps perhaps يشرح ويفرس explain explain drawing drawing painting painting perhaps perhaps explain explain لسن 6 نوع يعني sword 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 okinawa في اليابان okinawa island okinawa island okinawa island okinawa island خاص بك ازنة okinawa okinawan 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 لسؤال حاص unfortunately 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 كلمة كده طول بس ناسم مقاط unfortunately ودي بان طاعة unfortunately وفاق وفاق او يدهش surprise surprise وقدم introduce 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 ورغوان اللون purple purple روال بنافسي purple موقف situation situation وشير او نقطة او فكرة pint او المادي pint 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 زيت زيتون olive oil olive oil conjugation of regular verbs صفات افعال غير منتظمة يوزعك upset 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 ينسى forget forgotten forgotten الديفنيشن زيت تعرف البيبر اللي هو الفلفل Spanish اللي يس بانخ Spanish دي بطاطا سو البتاتو pepper a kind of vegetable of vegetable نعم الخضار that is usual green بيكون اخضر red احمر and yellow اصفر with seeds in the middle وفي بزور بالداخل يبقى الفلفل a kind of vegetable that is usual بيكون لونه اخضر او احمر red او يلو اصفر الفلفل هتات الواني اخضر يحمر يصفر with seeds in the middle وفي المنتصف او جواف او لاد بزور Spanish with white dark green leaves هو نبات لو اوراق خضراء عريضة that go soft بتضطر وبتصبح لينة when you cook زي ملما بتطبخهم او تطيهم sweet potato a vegetable that looks like a potato خضار يشبه البطاطس and has purple yellow or white flesh وقلبها يمه ابيض يمه اصفر يمه هي purple and a sweet taste وهي طعمها محل او حل general notes on reading and listening furthermore the adverb اضافة لذلك او علاوة على ذلك a man is a teacher a man معلم furthermore علاوة على ذلك he is a trader برضو a tiger يبقى a man is a teacher furthermore is a trader to conclude او to sum up تستخدم ترخيص اهم النقاط على الفكرة الرئيسية كختمة للموضوع to conclude يعني نستنتج من ذلك a healthy diet ان النظام الغذاء الصحي means eating enough healthy things انك تاكل ايه حاجات كافية صحية dish وقمعها dishes طبق اطباق او صحون i will wash the dishes for mama نخسل الاطباق عشان مام هساعد مام اخسلها الاطباق dishes برضو معناها تاني اكل او صفة من الطعام i like jeep shan dishes بحب الاطباق المصرية والاكلات المصرية they taste delicious طعمها لزيز important expressions and prepositions expressions زي ايه يتناول وقبة خفيفة يعني have a snack have a snack يتأكد من يعني make sure make sure make sure يقوم بعض الرسومات يعني do some drugs do some drugs انهم لمدة 8 ساعات eight hours sleep eight hours sleep لديه تمارين في ندر العلعب الرياضية have athletics club have athletics club live on يعني يعيش او يتغذى على يعيش على ويتغذى على live on stay up late يصهر الوقت المتأخر stay up late يرجع للمتحان revise for the exam revise for the exam يعتمل على depend on depend on for about 14 or more hours لمدة حوالة 14 ساعة او اكتر skills in reading listen five it's good that you don't eat fast food من الجيد اللي تأكل طعام اللي هي الطعام هي السريعة الوجبات السريعة but if you feel very hungry between meals لو شعرت بالجوع الشديد بين الوجبات it is a good idea في فكرة حلوة جيدة to have a snack انك تتناول الواجبة خفيفة how about bringing a few healthy snacks to school اي رأيك انك ايه تكون جايب معاك اه واجبات صحية خفيفة في المدرسة on the days في الايام when you have asletics club لما يكون عندك ايه تمرينات العاب القوة if you want to have more energy لو عاوز سيحصل على طاقة ايه المزيد من الطاقة why don't you try eating more food that gives you energy ليه ما تتناولش الطعام اللي بيديك طاقة اكتر like rice and pasta زي الرز والمكارونا perhaps you could ربما كمان you could eat a bigger breakfast انت كون ممكن ايه تفطر فطار كده ايه متين تاكل ايه واقبط فطار كبيرة تاكل اكل كتير يعني في الفطار in the morning two ده برضو طريقة تاني انك ممكن تفطر فطار كده ايه تمام تاكل اكل كتير جدا في الفطار او تاخد معاك حاجات صحيات الدكتاكة زي الرز والبسطة طيب بس مفايف برضو how much sleep should we have ايه هي كمية النوم يا ولاد اللي احنا مفروض ننامها كل يوم the answer depends on your age الاجابة بتعتمد على عمرك على ايه عمرك قد ايه very small babies البيبي الصغيرين الردع دول الاطفال الردع sleep for about 14 or more hours بيناموا من 14 حوالي 14 ساعة واكتر في اليوم children aged 6 to 17 الاطفال من سن 16 6 ل 17 سنة should sleep for about 10 hours مفروض يناموا ايه 10 ساعات a night بالليل طيب then you need less sleep على كده انت محتاج نوم اهل من كده most people معظم الناس aged 18 to 65 عمرها من 18 ل 65 need about 8 hours sleep محتاجين 8 ساعات من النوم listen 6 health diet يعني ايه اولاد نظام غذائي صحي it may surprise you ممكن يفاجأك او يدهشك to know that west african countries ان الدول غرب افريقيا have one of the healthiest diets in the world عندها الايه اكتر نظام صح او ان اكتر نظام غذائي صحي في العالم why ليه لماذا فرستري اولا people in canteries الناس في الدول such as another important point نقطة تاني مهمة جدا the people of west african الناس في غرب افريقيا don't eat much food with a lot of salt and sugar in it مش بيأكلوا الطعام اللي فيه كتير من السكر او كتير من الملح طيب تكون كلو تلخز ايه بقى نستنتج من ذلك a healthy diet ان النظام الغذائي الصحي means eating enough healthy things انك تاكل حاجات صحية بقدر كافي like fish ان فيش طابول زي السمك والخضروات and not eating a lot of salt وما تاكلش ملح كتير ولا سكر كتير and sugar and fast food ولا طعام ايه ولا طعام او وجبات سريعة تلخص كل ده احنا ناكل حاجات صحية زي السمك والخضار وما ناكلش حاجات فيها salt ولا فيها شجر ولا ايه fast food listen six the okinawan diet النظام الغذائي في okinawa i come from okinawa in japan انا جاي من جزيرة okinawa اللي فين اللي في لابان and the diet on my island ده عندنا النظام الغذائي في الجزيرة is very healthy صحة جدا ليه very healthy this is for three main reasons ده لثلاثة اسباب رئيسيين فريستري اولا we eat a lot of fresh vegetables بناكل خضار طازة كتير we eat green purple and yellow vegetables like spinach بناكل الخضار اللونه اخضر purple بنفسي جاند يلو اصفر زي السبانيخ spanish sweet potato البطاطا and peppers والفلفل furthermore على وعلى زلك we don't have much fat in our diet اكلنا في النظام الغذائي ما فيوش دهون كتير fat يعني دهون we only eat a little meat بناكل لحمة الليلة جدا and a few dairy products والقليل من منتجات الالبان another important thing حاجة انا مهمة جدا is that we eat a very healthy breakfast ان احنا بنتناول فطار صحي جدا we have صوب نتناول شربة with spanish بالسبانخ or eggs او بالبيت with rice ومعها رز and this gives us lots of energy ده بيدينا طاقة كتير جدا to start زي لعشان نبدأ اليوم بطارة sweet potato yellow pepper فلفل اصفر spanish as you can see زي ما انت شايف our diet is healthy نظام الغذائي بتاعنا صح that is why okinawaans live a long time ده السبب ان هي شعب okinawa بيعيش لفترة طويلة دي جدا عمرهم طويل جدا some of the oldest people بعض الناس ايه كبار sin in the world live on my island اكبر الناس سنة بيعيشوا عندنا ايه على الجزيرة لهم هي عمرهم طويل جدا the recipe for pizza وصفة البيتزا first three اولا النهارة بيعرفك ازا تسكن السبسة اللي هي الخطوات كل حاجة يقولك first three اولا chop some tomatoes قطع بعض الطماطم then put the tomatoes on the pizza bread نضع الطماطم ده على ايه الخبز ايه بتاع البيتزا او على عجينة البيتزا add some cheese حط على بعض الجبن and pour on a little olive oil ونصب عليها زيت الزيتون cook the pizza in the oven دخل البيتزا بتحتك الفرن for ten minutes لمدة عشر دقايق add a few olives دفع عليها القليل من الزيتون and a little salt وقليل من الملح serve with a fresh سلط قدمها مع سلطة ايه طازجة listen seven ليلى بتكلم الماثر is there any cheese in the fridge عندنا اي جبنة في التلاجة I don't need any now مش عايزة دلوقتي but I want to make سلط لتر نفسها عشان عايزة ايه بعد كده ايه اعمل سلطة ومتى يطلع I think there is a little cheese اعتقد فيه ايه القليل من الجبنة في السلاجة I'm going shopping now وانا رحة دلوقتي would you like me to buy some cheese at the market تحب اجيبلك معايا بعض الجبنة من السوق لا يزبي ليس او من فضلك يا ماما could you get a few to meet والسوق كمان ممكن تجبيننا معاك ايه القليل من الطماطم I don't have enough for the start ما عندناش ايه كافة للسلطة listening علي ويننمز على ايه اسم علي my mom and dad own a restaurant بابا وماما عندهم مطعم لديهم مطعم يمتلكوا مطعم and I often help in the kitchen انا بسعالهم في المطبخ the cook is my friend الطبخ صديقي and he is teaching me to make different cakes وبسعيدني اتعلم كيكات مختلفة the problem المشكلة is I am always trying بحاول ايه اجربوا ما اعمل زيهم so I eat too many cakes باكل كيك كتير جدا I also know I don't do enough exercise وعالف ان هن مش بتمرن ايه التمرين الكافي but that's because I don't have time بس ده لعيني ما عنديش وقت when I am not at school or doing my home work لما مش بكون في المدرسة مش بعمل وكبي I am usually the market بكون في المطعم مع بابا وماما I don't want to stop helping my parents ولا اريد ان اتوقف عن مساعدة والدي so I don't know what to do علشان كده انا مش عارف اعمل ايه يعني انا في المدرسة بعمل وكبي في المطعم ما عنديش وقت للتمرين وانا عايزة ساعد بابا وماما مش عارف اعمل ايه ايمان بمارسة كتير من الرياضة وباتبع النظام الغزائي الصحي باكل خضر وفاكهة كتير and I almost never eat fast food وتقريبا مش باكل اي ايه اطعمة سريعة I never eat snacks ايضر كمان مش باكل ايه ايه واجبات خفيفة not even when I am really hungry الا لما كن جعانة جدا after athetic club بعد تمرينات ايه لعب القوة I know eating snacks isn't good for you انا عارفة ان اكل الوجبات الخفيفة غير صحي او غير مفيد بالنسبة لك but I am tried all the time بحاول طول الوقت I never feel I get enough sleep تمام I never feel I get enough sleep even when I go to bed early مش بنام النوم الكافي حتى روح تسريت بتاعي مبكرا I want to have more energy يعني ايه انا عايزة يكون عندي مزيد من الطاقة اكتر من كده tamir I am tamir I want to go to art school انا عايزة روح مدرسة الرسم when I am older لما اكبر but I don't have enough time بس ما عنديش وقت to do any drawing or painting at the moment دلوقت مش عارف ارسم ولا ايه الون في الوقت الحالي I am working really hard at school اعمل بجده في المدرسة I worried about my examination هلا انا عشان عندي امتحانات وين I feel worried لو لما بقلق I don't feel hungry مش بشعر بالجوع My mother doesn't think I eat enough So then she gives me even more food عشان كده بتديني طعام كتير I don't want to upset here انا مش عاوز اسعجها So I can tell here it's too much عشان كده مش اقدر اقول لها ان هي ايه الطعام اللي بتدهولي ده اكتر من اللازم دي كده كالتدريبات على الفكابية يا ولاد هنحلها في الحال بالنمر 100 عندنا اللي هي مرة التحدث giving advice about being healthy اعطايا النصيحة بشأن كيف تكون صح السؤال What should I eat If I want to have more energy ماذا ينبغي ان تناول إزارات عني يكون لدينا ايه طاقة اكثر قولك If you want to have more energy لو عايز يكون عندك طاقة اكثر Why you don't try eating rice and pasta لم تحاولش تأكل ايه رز ومكارونا What should I do If I want to relax ماذا ينبغي ان افعل عنده مريد ان استرخي قولك It's a good idea To exercise فكرة جيدة انك ايه تمارس بعض التمارينات ليه Exercise can help you relax التمارين هيساعدك على الاسترخاء 101 اللانجورج الجرامر عندي enough كافي too much عن اكتر من اللازم وتوميني عن اكتر من اللازم برضو تستخدم enough يعني كافي قبل الاسم قبل الاسم بيعنا كافي enough يجي بعدها اسم sleeping for enough time is important انك تنام وقت كافي لحاجة مهمة I think she doesn't sleep for enough hours اعتقد ان هي مش بتنام ساعات كافية بنستخدم كمان not enough قبل الاسم بيعنا غير كافي not enough قبل الاسم مستر هشام goes to bed at 1 am بروح ينام الساعة واحدة صباحا and gets up with cycles at 7 am with cycles الساعة 7 this is not enough sleep وهذا نوم لايس كافي too many بقى وتوماتش too many بستخدمها اكتر من اللازم مع اي مع العدد too much اكتر من اللازم مع اي مع الكمية طيب دي مع الcountable nouns مع اسم تعد I think she sleeps for too many hours 20 hours يعني ساعات عديدة لانه ينفع عد الساعات الساعات عدها فستخدم معها too many حاجة منفعش عدها استخدم مع too much اهو بيقولك مع الانكاون طيب لنوان مع اسم لا توعد مالك sleep before or from 10 pm بيننام من 10 مساء to 9 am بيننام من 10 10 بليل 9 الصبح I think this is too much sleep يعتقاد انه نوم كتير جدا ودي كده يا ولاد كان اخر حاجة معنا في فيديو الشرح الدراسين الخامس والسادس الفيديو جاء ان شاء الله هنحل تدريباتهم وبعد كده هنحل اختبار الشاملة علينا تقيد على الوحدة التامنة ادعمونا بلايك وشيل الفيديوهات يا ولاد متابعا صفحة الفيسبوك مسهي برجب واشتراك في القناة عشان نصلكم ان شاء الله كل جديد بسمنكم نجاح بارو الطفيقة معكم مسهي برجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة